السلام عليكم أهلا بكم سنة ربعة ابتدائي معاكم ميس وفاء نادي والدرس الأول أنماط سكان بلدنا في البداية لازم نعرف يعني ايه كلمة أنماط السكان أنماط السكان يعني أنواع السكان في مصر ممكن يعيش سكان في مصر أنماطهم ايه؟ أنواعهم ايه؟ أنماط السكان في مصر متنوعة ومتعددة فنجد سكان الحضر وسكان الريف وسكان البدو هنلاقي في مصر سكان الحضر ناس عايشين في الحضر والحضر هم أهل المدن السكان اللي عايشين في المدينة وكمان هنجد سكان الريف أهل الريف اللي عايشين في القرى وكمان موجود سكان البدو وهم أهل السحراء في درس النهاردة هنتعرف على أنماط السكان في مصر وكمان هنعرف حاجة جديدة وهي التعداد السكاني تعداد سكاني يعني ايه تعداد سكاني؟ يعني ان الدولة بتقول بعد السكان بتعرف عدد السكان الدولة بتبعت مجموعة من الموظفين بيعرفوا عدد السكان في كل مكان في مصر ويجمعوا بيانات عن السكان بيجمعوا عدد السكان بس؟ لا بيعرفوا عدد السكان وكمان العمر ومحل الإقامة ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي يعني بيعرفوا عدد السكان في كل منطقة في مصر عدد السكان فيها كام طيب عمر السكان كام أطفال أكتر ولا عدد الكبار أكتر وكمان النوع يطرى الزكور أكتر ولا الإناث أكتر وكمان بيعرفوا محل إقامتهم السكنين فين ومستوى التعليم وكمان الحالة الاجتماعية يعني بيعرفوا عدد المتزوجين وعدد غير المتزوجين وكمان بيعرفوا الوضع الاقتصادي يعني الحالة الاقتصادية للسكان مرتفعة ولا منخفضة وفي نسبة فقر كل ده اسمه تعداد سكاني يبقى يعني إيه تعداد سكاني؟ هو حصر شامل للسكان يشمل بياناتهم من حيث النوع والعمر ومحل الإقامة ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي التعداد هو إيه؟ هو حصر شامل للسكان يعني بعد كل السكان وبعرف عنهم كل بياناتهم طيب سؤال مهم ليه الدولة بتقوم بعمل التعداد؟ تقوم الدولة بعمل التعداد لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل بمعنى إن الدولة بتعرف عدد السكان يطرى عدد السكان في البلد زاد فيحتاجوا خدمات أكتر ولا عدد السكان ثابت مش هنحتاج خدمات زيادة يعني فكر معي لو الدولة عملت تعداد ولقيت إن عدد الأطفال زاد معنى كده إن إحنا هنحتاج إيه؟ هنحتاج نبني إيه؟ هنحتاج نبني مدارس علشان عدد الأطفال زاد وكمان لو لقينا إن عدد السكان زاد معنى كده إن إحنا ممكن نحتاج كمان مستشفيات محتاجين فرص عمل محتاجين توفير كهرباء ومياه وتوفير خدمات أكتر للسكان يبقى تاني ليه الدولة بتعمل تعداد الدولة بتعمل تعداد ليه؟ لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل طيب مصر بتعمل تعداد كل كم سنة مصر بتقوم بإجراء تعداد للسكان كل عشر سنوات ركز التعداد بيكون كل كم سنة كل عشر سنوات وآخر تعداد سكاني قامت بيه مصر كان في 2017 ووقتها بلغ عدد سكان مصر نحو 94.8 مليون نسمة وكلمة نسمة هنا يعني فرد يعني إنسان يعني شخص يبقى في 2017 كنا كم نسمة؟ كنا كم واحد؟ كنا 94.8 مليون نسمة طيب فكر معي مصر بتقوم بعمل التعداد كل كم سنة؟ كل عشر سنوات وآخر تعداد قامت بيه مصر كان سنة كام؟ كان 2017 يبقى التعداد القادم هيكون سنة كام؟ آخر تعداد كان في 2017 والتعداد بيكون كل عشر سنين يبقى التعداد القادم هيكون 2027 طيب إيه هي الجهة المسؤولة عن عمل التعداد؟ مين اللي بيبعث موظفين لعمل التعداد؟ الجهة المسؤولة عن عمل التعداد هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ركز اسمه إيه؟ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهاز المسؤول عن عمل التعداد طيب احنا عرفنا ان اخر تعداد في 2017 وكان عدد السكان 94.8 مليون نسمة لسه هنستنى لـ 2027 لما يحصل تعداد تاني فنعرف عدد السكان بيزيد ولا بيقل لا طبعا في حاجة اسمها الساعة السكانية وهي ساعة موجودة اعلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والساعة السكانية بتظهر تأديرات لعدد سكان مصر بتدينا تأدير لعدد السكان بنعرف من خلالها عدد السكان بيزيد ولا لأ مع مرور الدقائق يبقى الساعة السكانية ساعة موجودة فين؟ على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومع مرور كل ديئة بتعرفني عدد السكان بيزيد ولا بيقل طيب سؤال هو عدد السكان بيزيد ليه؟ أكيد بيزيد لما عدد الموليد بيزيد كل ما عدد الموليد بيزيد وتيجي أطفال أكتر لمصر أكيد عدد السكان بيزيد يبقى ركز هنا بما تفسر زيادة عدد السكان عدد السكان بيزيده بسبب إيه؟ بزيادة عدد إيه؟ بسبب زيادة أعداد الموليد كمان لازم تعرف ان مصر من اقدم الدول التي اجرت تعدادا للسكان مصر بلد عمل التعداد من زمان جدا احنا عملنا اول تعداد للافراد وده كان سنة 3340 قبل الميلاد وكمان عملنا تعداد تاني سنة 3050 قبل الميلاد يبقى مصر بلد حديثة في عمل التعداد لا مصر من اقدم الدول التي اجرت ايه تعدادا للسكان فهنجد ان في عهد الملك امن حطب الثالث تم تقدير متوسط لعدد السكان وكمان حصل تقدير لعدد السكان في عصر الدولة الاسلامية يبقى قديما تم اجراء تعداد في عهد الملك امن حطب الثالث وكمان حصل تعداد في عصر الدولة الاسلامية والتعداد اللي تم في عصر الدولة الإسلامية استمر لمدة ستة أشهر لمدة ستة شهور بيعملوا تعداد علشان يعرفوا عدد الأفراد اللي موجودين في مصر يبقى احنا كده تعرفنا على ان مصر قامت بالتعداد قديما وحديثا وكمان عرفنا ان مصر بتقوم بالتعداد كل عشر سنوات وان التعداد هو حصر شامل لعدد السكان عشان احدد ايه؟ احدد الخدمات اللي بيحتاجها السكان وكمان عرفنا ان الاخر تعداد قامت به مصر كان في 2017 وبلغ عدد السكان وقتها 94.8 مليون نسمة كمان لازم تعرف ان في 2021 بلغ عدد سكان مصر 102 مليون نسمة طيب محافظات مصر فيها نفس عدد السكان يعني كل محافظة فيها نفس عدد السكان اللي في المحافظة الاخرى؟ لأ توزيع السكان في محافظات مصر غير متساوي يعني ممكن نلاقي محافظة فيها اكتر من 8 مليون نسمة ومحافظات تانية فيها اقل من مليون نسمة والخريطة اللي قدامنا بتوضح اختلاف عدد السكان من محافظة الاخرى في محافظات فيها عدد سكان كبير وفي محافظات فيها عدد سكان قليل من المحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة هي محافظة جنوب سيناء فمحافظة جنوب سيناء هي اقل محافظات الجمهورية في عدد السكان وكمان عندي محافظات بيزيد عدد سكانها عن 8 مليون نسمة مثل محافظة القاهرة والجيزة نركز من المحافظات اللي بيقل السكان فيها جنوب سيناء وهي اقل محافظة في مصر في عدد السكان محافظات تانية عدد السكان كتير جدا اكتر من 8 مليون نسمة زي محافظة ايه القاهرة والجيزة اعلى محافظة بقى في عدد السكان هي محافظة ايه اكيد القاهرة اعلى محافظة في عدد السكان القاهرة لأنها عاصمة البلاد يبقى لو سألني أعلى محافظة في عدد السكان هي محافظة إيه؟ القاهرة ليه؟ بما تفسر لأنها عاصمة البلاد طيب وأقل محافظة هي محافظة إيه؟ هي محافظة جنوب سيناء وده بسبب صعوبة سطحها سطحها وأرضها فيها صخور فيها جبال فيها هضاف فيها رمال وده بيأدي إلى قلة عدد السكان مش كده وبس كمان بسبب ندرة موارد المياه يبقى أقل محافظة في عدد السكان هي محافظة إيه؟ جنوب سيناء بسبب إيه؟ بسبب صعوبة مظاهر سطحها وندرة موارد المياه وبكده يكون انتهى شرح الجزء الأول من الدرس أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته